هذا هو الكيك اللي عمره يختر لك على البال كيك اليومي الاقتصادي بجوج بيضات فقط وبدون فرن زائد تعليقا رهيبة مكونات جد بساطة بدون تعقيدات أهش منهشيش لهذا سيدتيب لم أطول لكم تبعوا معي على ميديو من الأول حتى الآخر لكي نكتشفوا المكونات والمقادر وطريقة التحضير وكل عادة لا تنسونا شمالي لايك للتشجيع فقط بالبرتاج لكي تعمل فائدة على الجميع او مرحبا بالمشترك الجدود لأول مرة كي نضموا القناتي اعجبوا من محتوى مع اليوم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا اشتوصلوا دائما بالجديد على قناة ساكنة صورية كنشكركم للمتابعة وكنتمنى لكم فرجة ممتعة وشكرا لكم بزاف بزاف على التعليق ديالكم البنائين وقبل ما نداول فيديو دينا اليوم ما ننسوش أنصلي وعلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ بردتي الله نقول له بسم الله أول حاجة كما تشاهدوا معي هنا يحساج جوج حبات من البيض يكونوا من الحجم المتوسط ومن الأحسن يكونوا خرجناه من اللاجة قبل ربع ساعة أو نسبة ساعة يعني يكونوا بدرجة حرارة المطبخ هناك كاس غير مملوء جيدا من سكر الخاشين أي سيدة أي ما يعادل 80 غرام سكر الخاشين هناك 80 غرام سكر الخاشين وحبات من البيض وعنده كأس من الحليب وربع كأس من الزيت وربع كأس من الزيت يعني ما يعادل تقريبا 1-5 حتى الربعة دي المعارق كبار مملؤين جيدا دي الزيت نباتية بالنسبة للحليب هو من الأحسن لا يكونوا في الثلاجة كي تنجح معنا الكيك كما كانت نوع الكيك سوى دي الميقلات أو دي الفرن أو دي الكوكوس من الأحسن والبيض والحليب أو السوائل لا يكونوا باردين في الثلاجة هناك معلقة كبيرة من بودرة الكاكا والذي نديرها في الغربان لن تخلص من دكتك التولات وعنده هناك الدقيق الدقيق سأعبر معكم بالمعالقة يعني بالمعالقة الكبيرة التي نشرب بها الحاساء أو السوب حيث كثيرا نقول اليوم عبر الكأس العنباء يعني كاسونس يقولك ما هو كأس العنباء اليوم عبرت معكم بالمعالقة كما شاءتوا معي قدرت هنا سبعة دي المعالق كبار دي البقيق قدرنا سبعة وعاد غنظيف الثامنة يعني في المجموع عندي ثمانية دي المعالق ديال الدقيق أي ما يعادي الكاسونس ديال الدقيق حتى الجوج كيسا نقل اربع ديال الدقيق الفرص والدقيق على حسب النوعية ممكن تزيده ممكن تنقصه أنا درت هنا ثمانية ديال معالق كبار من الدقيق ودرت معالقة كبيرة ودرت الكاكا ثم اضفت هنا شاسية واحدة من الخاميرات ديال الحلويات من فئة ثمانية غرام نخلق الكل جيدا بفوي كيف تشاهدون معي عملية راهة سهلة جدا وبسيطة من أسهل ما يكون نمزج الكل خالي جيدا ثم نأخذ الكوكوت بالنسبة للناس الذين دائما يدرون الكيك في الكوكوت يقولون إما تتلسق لنا أو ما تنجح معنا اليوم سأعطيكم تفاصيل لكي تنجح معكم من الليار في المياه أول حاجة لا ندهنوش الكوكوت بزيت نيائي أو بزوب النباء الحيوانية ندهنوها بالزبدة النباتية العلب أو المانغارين التوريق لا ندهنوش بالزبدة الحيوانية وغير بالزبدة النباتية ندهلك الكوكوت جيدا ومن الأحسن إذا كان الزبدة التوريق يعني هذه تجعل الكوكوت نمزة نيائيا ثم ندره الطحين جيدا ثم نفرغ الخاليط ونسد الكوكوت كوكوت يدون صفار يعني عندما نضع الصفارة نسد عليها ونضع على النار التي تكون للصفر بحال الشمع ونضع العازل يعني نضع مقلات كوكوت ونضع الصفارة ونضع الصفارة ونضع الصفارة ونضع الصفارة كوكوت ونضع كوكوت ونضع لمدة 40-45 دقيقة ما بين 40-45 دقيقة تكون الكوكوت حاضرة ونضع ثم تشم رائحة كأنها تطيب تماما في الفرن ونضع تقريبا 40-45 دقيقة ونضع ونضع الوقت نضع الكيك ثم نضع كأس 100 غرام سكر 100 غرام كأس منعبال ونضع ونضع مقلات ونضع على نار مهيلة ونضع مرة منح نضع كرامل ونضع معلقة مهيلة ونضع دائما النار تكون مهيلة بشكل ماء ونضع يجب أن نعطي الكراميل وضغط في المرورة ثم نحرك الزبدة يوجد ياغورت بالفلون كراميل ياغورت الفلون كراميل ونحرك الكل جيدا لكي نحصل على الكراميل رائع جدا ممكن تعود هذا الفلون كراميل بالشوكولاتة البيضاء وتقريبا 21 قطعة صغيرة من الشوكولاتة البيضاء لكي نحرك الكل جيدا وهذا الكراميل ممكن استعماله في السابلي أو في الزين أي شيء ممكن استعماله بعدما نحضر الكراميل نوضعه جانبا ونرى الكيكة بعد مدى تقريبا 45 دقيقة بالتمام والكامل نفعل هذا النار ثم نجعلها ترتاح قليلا ونحل الكوكوت بطبيعة الحال كيف تشاهدوا معي فشفشا وهشيشا لا يستطيع أنها الكيكة كوكوت وهذه اليوم ملصقة تشاركوا كل شيء قدام عينيكم تأتي معهوية وطالعة رغم أننا فيها غير جوج بيضات وخمارة وحدة وإذا أريد أن تضعفوا المقادر ضعفهم لكيك العادي في الفرغة أنا أريد السمك تماما لأنني باقى سأجد لها حوش وراهيبة الخطيرة الكراميل بطبيعة الحال كيف تشاهدوا معي كيف تشاهدوا معي كيف تأتي من الروع وكيف تأتي خفيفة الشيشة الغاية كان مضعف واحد إطار دائري ثم نجيب واحد أي أداة التي سنشكل بها تقب معلقة أو أعواد الكيردون أو أي حاجة أنا أخذت هنا هذه الملعقة التي نوزع بها على البطبط أو البغرير كان أخذت تقلبتها على الجهة الأخرى وكان شكلها التقب كيف تشاهدوا معي كانت تتقبلينا بسهولة حيث شيشة حيث تتقبوا أغير حاولوا أن تشققوا لأنها خفيفة شيشة الغاية كانت تقب متعددة واحدة 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 كيف تشاهدوا معي وكانت تحاول أن نسعهم واحدة لأنني سأحشيهم بالكغامل كيف تشاهدوا معي كانت تقب 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 لا نوزع كل الكل على السطح لكي لا تشرب لي في السطح كانت تقب تقب ثم أعود لهم كانت تقب تقب لأن هذا التقب يشرب لي لذلك كانت تقب تقب كانت تقب تقب كانت تقب تقب وكانت تحبس كيف تقب تقب كيف تقب 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 وكانت تقب تقب لذلك سهلة جدا وكانت تقب 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 اختيارة هناك ثلاثة المعرقة الكبار من الكريم كبيرة من كاكاو ثلاثة المعرقة الكبار من السكر و PRIX نحرك كل جيدا ووضعوا على نار يتم تحرير المستمر حتى احصل على نوع الكريم يستخدم تربيب شوكولاته يعني نحرك وعند الاختراف او بديل الشوكولاتة لكي تزيد تعطيني هذه الشوكولاتة هذه تبقى مرحلة اختيارية ممكن ان تضيف الشوكولاتة ممكن لا نحاول ندوبها ثم نفرغها فوق الكيك الذي حشيتها بالكغامل و لا نفرغها كلها دفع واحدة كيف تشاهدوا معي و تلاحظوا معي نفرغ 1 الربع الكيمية و نحاول ندوزها 1 باتيلة او 1 ملعقة جيدة حتى تشرب يدك التوقوب لانني عمرتهم غير النصف بالكرامل نزيد نملأهم بهذه الكريمة و نزيد الدفعات الثانية حتى يبقى يدك التوقوب صافرة ملء يعني رأيك يخرجوا لي في قاعدك كيف لا تشاهدوا الصورة كانت منتكم واضحة والشرح اوضح نكمل و نفرغ الكريمة كلها التي تبقى لي فقصة الكيك ديالي و نجعلها تقريبا 1-5 دقائق فقصة العامل و ندخلها تلاجة لان الكريمة اللي بقى سخينة إذا دخلتها و هي بقى في هذا البوخار سوف أعطي لي 1 القشرة من الأحسن نخليها تقريبا 1-5 دقائق أو 3 دقائق فوق صفح العامل حتى لا يبقى لي البوخار نهائيا فوق هذه الصفحة الكريمة ندخلها تلاجة تقريبا 1 نصف ساعة أو أقل نصف ساعة تكون واجدة من بعد مدازة نصف ساعة نخرجها من تلاجة و هذه مرحلة تزين تبقى اختيارية ممكن أن تضيفوا شوكولاتة سوداء بيضاء ممكن أن تضيفوا ممكن أن تضيفوا أي حاجة توفرها تزينوا بها هنا قطعة الشوكولاتة التي نحكم في الحكاكة كيف تشاهدوا معي تضيعني أن هذه المرحلة سهلة الغاية و نظن المرحلة تزين تزينها عند الجامع نحاول أن نحكم شوكولاتة بالحكاكة و نوزعها بالتساوي ثم نضيفوا و نضيفوا الشوكولاتة و نضيفوا آخر من تقربة من الجوانب لأن هذه الكريمة تسقل على الساقل من الجوانب سوف نأتيت و نضيفوا الشوكولاتة و نضيفوا الغاية قبل أن نضيفوا المرحلة لدينا الكراميل الذي قلت لكم اخذ تقريبا 1-4 أو 5 سيدي مع هذه الكغامل سوف نحضره في كيس بلاستيكي و نحضره في حد تقبر قيق و نشكل خطط كيف لا يمكن لكم تصغنوا على هذه الشوكولاتة مبشورة و نحضروا مباشرة في طبقة الكريمة هذا الكغامل هذا الذي قلت لكم اختيار و الابتكار الذي لديكم اختيار الأهم من هذا المحشية بالحشوة الخطيرة تأتي رائعة جدا ستتحمقوا عليها و سأخبركم ادمان سوف نأتي بسكين و ندور عليها من الجناب و نحييزها و نضعها في طبقة التقديم و تأتي من الروعة حتى المدة الزمان لا تأخذ منها وقت بزر و لا تأخذ منها أحد المجهود أو مقونات أو مقادير تأتي من الروعة كيف لا تشاهدوا معي هذه الكيكة تأتي رائعا جدا أتمنى تمنى إعجابكم الوصفة اليوم أو الحلقة اليوم الكيكة الرهيبة العجيبة الخطيرة كنت أسمينا كيكة جيدة حتى تجربوها و ستعرفوا تعبيري و كلامي لماذا نوصفه وهذا هو الكيك الذي عمره يختار لك علبة الكيك اليومي الاقتصادي بجوج بيضات بدون فرن زائد تعليقا رهيبة مكونات جدا بسطت بدون تعقيدات أهش من الشيش كيف لا تشاهدوا معي سيدتي في الصور في الفيديو رهها معبيرة حسنا من الشرح لي كي يأتي مع لك وبدأك تقبلك النظر في الكيكة بالحشوة الكراميل شوفوا يا سلام يا سلام كتأتي رائعا جدا الكيكة شيشة بدون فرن يعني غيف الكوكوت لا تخافوا من الكيكة الكوكوت نهائيا تبنينا إعجابكم للفيديو اليوم و لا تنساوش تدعمونا بلي لايك للتشجيع فقط بالبرتج بسعون فائدة الجميع ومرحبا بالمشترك الجدود لأول مرة كيندموا القناتي وعجبهم محتوى ما عليهم إلا يفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا بشتوصلوا دائما بالجديد على قناة ساكينة الصورية شكرا لكم متابعة وإلى اللقاء في الصواة مقبلة إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة